بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العلش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت فرا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتو إني آنست نارا لعلي إني آجيكم منها لغرس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نوبي يا موسى إني أنا ربك فاقلعن عليك إنك بالوادي المقدسك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لبكري إنك الزاعة آتية أغاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسجنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا توكوا عليها وأهش بها على غنى ولي فيها مآرب أخرى قال علقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه ضوى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يبقه قوي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسجحك كثيرا ونكفرك كثيرا إنك كنت بنا مصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمي كما يوحى أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلكه اليم بالساهي ليأخذه عدوه وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولتسنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغن وفجأناك فتونا فلبت سنين في أهل مرينة ثم جئت على قرر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنهم طغار فقولا لهم قولا لينا لعلهم يتذكوا أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفوط علينا أو أن يطغى قالا لا تخافا إنني معطما أسمع وعرا فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعظبهم ورجئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قالا فمن ربكما يا موسى قالا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هجا قالا فما بال القرون الأولى قالا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قالا الذي جعل لكم الأرض مهجا وسلك لكم فيها سهلا وأنذل من السماء ماء قالا فأخرجنا به أذواجا من نبات شتى قلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآياتي لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قالا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قالا فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلقه نحن فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلقه نحن ولا أنت مكانا صواه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بحاة قالا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم ساوي لكم لا تفجروا على الله كذبا سيفعدكم بعذابه وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى قالوا قالوا إن هابان لصاحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسكر حما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المطلا فأجمعوا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نقون أول من ألقى قال بل ألقوا قالوا فإذا حبالهم وعسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قالوا وألق ما في يمينك تلغف ما صنعوا إنما صنعوا كيد صاحر ولا يصلح الساحر أي فأتا فقل قيا السحرة سجدا قالوا آمنا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أن تقضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أفرحنا أفرحتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأجي ربه مجرما فإن لهم جهنم لا ينف فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدم تجري من تحتها الألعار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباري فاضرب لهم طريقا في البحر يباكي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تقضوا فيه فيحل عليكم غضبين ومن يحل عليه غضبين فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلك إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامره فرجع موسى إلى قومه غهبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلصتم موعديه قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حمينا أوزارا ولكننا حمينا أوزارا من دينة القوم فقضطناها فقذلك حلق السامره فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضوا ولا نقحا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فدنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأضيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاقفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت عمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فارقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامر قال غصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبضتها وكذلك سولت لي نفسي قال فظهر فإن لك في الحياة أن تقول لا نساس وإن لك موعدا لن تخلفه قال بسم الله هو أنه إلى إلهك الذي ظلت عليه عاقفا لنحرقنه ثم لننصفنه سليا من أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وفع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنهم يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المدلمين يومئذ برقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما يسألونك عن الجبال فقل ينفقها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون التاعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع شطاعة إلا من أذن له الرحمن وارضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوذوه للحي قي وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاب ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرخنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يؤذق لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب ذلني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اذجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنهما فلا يخرجنهما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغنأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وميك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخشفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا من بعضكم لبعض عدو فإن ما يأتين لكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوما لقيامة أعمى قال رب لمحشرتني أعمى وقد كنت غفيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة عشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلقنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي منها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لذاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع شمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمجن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ذهرة الحياة الدنيا لنبتنهم فيه ورط ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رمقا نحن نربقك والعاقبة للجقرا وقالوا لولا يأتينا بآية لربه أولم تأتيهم بين جمات الصحف الأولى ولو أننا أهلقناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخلا قل كل متربس ستربصوا فستعلمون من أثحاب الصراط السوي ومن اهتدى ترجمة نانسي قنقر